ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من هؤلاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يفتقرون إلى العلاج الحيوي هذا العام تقول منظمة أنقذ الأطفال أن الأطراف المتحاربة تعمل في تحدي للقانون الإنساني الدولي بشكل متزايد على منع الإمدادات من الوصول إلى الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في اليمن كمثال تقول أنقذ الأطفال أن نحو 35 ألف الطفل يعانون من سوء التغذية معرضون للموت هذا العام بسبب العوائق التي تحول دون توصيل الأغذية والأدوية من جميع الجهات وأشارت لما سمته التحالف العربية في إشارة للتحالف السعودي الإماراتي حددت المنظمة سابقا أخطر عشرة نزاعات تتسبب في زيادة حالة الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد للأطفال دون الخامسة وأبرزها السودان والصومال واليمن وأفغانستان والعراق وسوريا ولم يتجاوز متوسط مستوى التمويل الإنساني لبرامج التغذية في المناطق العشر الأخطر في مناطق النزاع 34% 30 جنيها استرلينيا فقط كافية لإنقاذ حياة طفل يعاني من سوء التغذية ومساعدته على التعافي وإذا بقيت معدلة التمويل في النصف الأول من هذا العام دون التغيير فسيتعدل التكفل بنحو مليون طفل هذا العام يعانون من سوء التغذية الحاد في مناطق النزاع الأكثر خطورة ترجمة نانسي قنقر